اذاك كابتن ناجي اذا حضرتك الله يبارس بك كابتن ناجي ابو الصعود بدأ يدخل في الصورة واضح انه طبعا اكيد مدام دخل في الصورة وبدأ يدخل التدريبات وازي بدأ يدخل مبارياتol ودية اعتقد انه بدأ يلفت الانتباه لمانويل جوزيخ وليك طبعا كمدرب ابو الصعود طول الوقت في الصورة وتول الوقت في الصورة مصلش от التدريبات ابدا طول الوقت يتحدث مع قمية الفراش وموجود بايمان مرحلة مشاكل بالحد 실패 . بلده ن Вот Sỏة . طبعا اiani احتمامنا بنعني למ�وى الساعة. اللي ع blueprint دي مرحلة سوية الى احنا تبسimen فقط. Alou قابت الناجينا حاول نجيبه ثانيا علشان الصوت راح مرة واحدة. سعود يعني عمره مخرج للتدريبات وعمره مؤثر في التدريبات ومتواجد بشكل دائم في التدريبات ومنافس طوي جدا وطبعا كلنا عارفين أنه في الشوء عارفين إيه هو صغير في 22 سنة وعنده حراس المرمى يعني يلعبوا حتى سنة 20 سنة 8 يعني هو يعني من وجه المظري ثلاث حراس متحبل المنادي كلهم صغير كابت الناجي أنا كده سمعت كويس طيب تمام طيب ده بالنسبة لأبو سعود بالنسبة لرجبة أحمد عدل عبد المنعم أحمد خد كدمة كده جمدة شوية في التمرين ده في التأسيمة كابت الناجي؟ أه في التأسيمة في التمرين لكن تاني يوم اتمرن يعني الحمد لله رجبته سليما ما فيهاش أي حاجة وتاني يوم على طول اتمرن التمرين كالحراس كله يعني من أوله لأخره والنهاردة تمرنوا الحمد لله زي الفل كلهم زي الفل نتمنى القطرة الجاية محمد إن شاء الله يبقى يبقى فيه مسندة كويسة كده ليهم لأنهما فعلا محتاجين يا رب كلنا نقف جنبهم وكلنا نقف جنبهم يا الله يكون مردودهم كويس مش عارف كابت الناجي مش حاسس بالمسندة بشكل جيد في الفترة اللي جاية كثرة الكلام عن الشناوي وإن الأهلي كابت الناجي طلب الشناوي من والجوزي بيطلب الشناوي الأهلي بيخلص في الشناوي كلام أعتقد ده بيطلبه مش في مصلحته يعني من وجهة نظر معنا دايما إحنا طبعا قناتنا وهي المسؤولة عن عن يعني عايزة أقولي حماية الأولاد دوله ده طبعا كان دايما كلامي حتى للأستاذ مصطفى جمعة كان في بنا مكالمة قريب جدا وقولنا إحنا يعني إذا كانش قناتنا هي اللي حتبقى تتولى هذا المشروع فأعتقد إن إحنا يعني محتاجين كأول فترة اللي جاية محتاجين مستنتزكولينا محتاجين مستنتزكول الأولاد كلهم وإن شاء الله يعني هم ما فيش أي أدنى شك في موهبتهم وموهبت قدرتهم العالية جدا 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 بس يبقى المسألة فيها توازن شوية في انتقادهم وهم ما يبقوا إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله تبقى حاجة كويسة جدا إن شاء الله تماما كابتن ناجي يعني برضو أنت عارف حددك يعني أنا حبيت قبل ما نبدأ في الثلاث نقاط بقى والمنافسة القوية اللي هتحصل إن شاء الله بطلاق من يوم الجمعة من مباراة مصر المقصة طبعا وتوالي البباريات وشدة المنافسة أنا عارف والله من والجزيه عنده حق والله أنا بعذر لعبتي من الملل اللي صابهم طبعا خمسين يوم كتير جدا على لعبت الكورة إنها توعد من غير مباريات حاجة صعبة جدا لكن ربنا يصلح الحال إن شاء الله كابتن ناجي والأمور تمشي على خير كابتن ناجي بالنسبة لحتة المسندة اللي بتتكلم عنها ليه دايما يعني الفترة اللي فاتت كلها دايما حراست مرمى النادي الأهلي واخد حيس كبير في المجال الإعلام سواء على الإنترنت سواء في الصحافة إن أنتو مصممين على إن أنا أكمل لك بس كل الموضوع أسيبك حدك ترد إن أنتو مصممين إن أنتو تجيبوا حارس جديد برغم إن أنت نفيت أكتر من مرة إحنا مش هنجيب حد وكلنا فسعلا إحنا عندنا حراس كويسين مع طبعا كامل احترامنا لموهبة أحمد الشناوي وحراس مصري كلهم الحضري وعبد الواحد السيد يا الشناوي دايما الكلام كله الشناوي عب منصر عشانا أبكلمك بكل وضوح أبكلمك بكل حضري وعبد الواحد السيد وكل دول اللي هم يعني يمكن يكون الناس يعني دول حراس قدام وليهم يعني خلفية في الإعلام وليهم الناس يحبهم في الإعلام يعني الزاوية دي طبعا كانت نقطة تلبية بالنسبة لحراسنا يعني لأنه طبعا كل عبد الوحيد حالس كبير والحضري حالس كبير وعبد المنطف حالس كبير وشنة وحالس موهوب وواعد فطبعا أنت فاهمني طبعا 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 كان مواضح ولكن طبعا إحنا حنبدل لسانة أولادنا لحد ما نشاء الله يعني برضو عايز أفكرك أن إحنا برضو خدنا وقت طويل جدا لحد ما الحضري بقى حضري في أفريقيا وبرضو بداياته كان عنده عثراته كان عنده يعني ولكن طبعا دلوقتي عشان إحنا برضو مش عايز أقول أن إحنا بنبص في آخر لقطة يعني دايما إحنا مش شايفين إلى آخر لقطة يعني لكن أنا بقول نبحث ونشوف إذا كان مساندتنا للولاد دي ودعمنا ليهم حيجيب نتيجة كويسة يبقى لازم نتنزهم منه ده صح ده صح نسبة 2% أموما كابتن ناجي التمنيات بالتوفيق والتمنيات إن شاء الله إن الفترة اللي جاية تشهد تفوق لحراسة دار من نادي الآله عشان يغلق هذا الموضوع وعلى الأقل على الأقل عشان اللعيبة دي تبتدي تاخد ثقة في نفسها وتركز لأن كتر الكلام عليها وكتر الكلام إن هيجي لعيب هيجي حارس جديد هيجي حارس جديد وكلام بيتكتب كتير أكيد ده مبشر مش ملايكة مبشر فلازم هيتأكيد هيتأثره وبالتالي يازم إن إحنا نسند ترجمة نانسي قنقر